هيا ريهم دقلي عجباتك محمد دقل بط بط على البانان أنا دقائتي ولي العظة صغيرة احبه كل نشاك كل شوية نشاك الدنيا عظة 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 كبيرة مالكي هذه كبيرة يادرا كيجاتك ولي كل صباح تدليلي هاك 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 السلام عليكم حبيبتي ان شاء الله تكونوا قابل خير اليوم جبت لكم 200 وصفة صحية لزيادة الوزن لي مخدومة بالطحينة تعل السمسم وهاد الوصفات كانت نصحتني بهم طبيبة وراني دارت لكم وصفة الطحينة البنية والبيضاء في القناة ثم اربطت لكم رابط الوصفة في صندوق الوصف درتهم بهاد خبز الطوست ولا بلا هذا المطلوع هاد صغير هاد كما سموه البطبوط ماشي مطلوعات صغيرين ولا بتستنيها كشكل شعل من النوع نستعملوا فيها شوية تع الموز يعني حبيبة تع الموز الموز ره رخيص البانان والله البارح كلنا 18 أكتوبر 2022 شريته ب 330 دينار معنتها 33 ميل يعني ره في متناول الجامعة كل نشره غير طال ولا ولا يبغيها كوصفات تع تسمين ولا يليق يخسر على روحه يعني يصرف شوية مواد خاطش ما بنروح ونشرو الأدوية تحفظ الشهية وتكون غالية من الأحسن نديرو مواد طبيعية إيدا حليت هذه البطبوطة أو هذه المطلوعة الصغيرة في الواسط ره ينتباهها كمطلوع صغير ولسا نوها في الدار أنا خدمته راني حاطت لكم وصفة المطلوع في القناة ناجحة 100% وراني ندير فيها هاكا أنصاص تع الموز هاكا شغلو الله ليجي كل الباتيسري ونزيد فوقها شوية تع شوكولاتا غتيني تابعو تشروها تابعو تخدموها منزليا حاطت لكم ثاني ميوميتين وصفة على شوكولاتا غتيني وشوية تع كوكا وإفلي وشوية تع الجوز هاكا ماهروش يعني ماشي يحب حفتتوه شروه هاكا شرو الجوز به بالكشور التاعي يسقام لكم رخيص ويجي بنين ثاني حليت هاد كي ما نقول هاد البانيني هادي في النص جلعت لهاديك البابة أنا مايبوش البابة في الدار نعطيهم للحمام و الزواوش نضيف كاسكروت البانان والشوكولاتة الكوكاوائفلية المكسرات حسب المستطاع حتى الكوكاو صحي ومليح نستعمل الطحينة البيضة سوف أرى انها في القناة هذا الوصف نجد كمية طحينة بيضاء نظروا الوصفة ناجحة اضعت شوكولاتة خبز الطوست نضيف نضيف الشوكولاتة و اضعت الكوكاوائفلية ونقسمها كفلواسات بشكل التحوم يجيش باب شوفوا كيف شجا والله يتحسبوا باتيس ريمين تتناولوها غير جربوها وصفة والله وصفات يجو بنان وصحيين دور كدرت لها شوية تعل هادك الطوبيينج هادك تعل شوكولا اللي ندلوها فوق فوق المتلاجات ونقدموها كامل فوق شوية مكاسرة لشوية عجلجلان وقد نستعمل الطحينة البنية كمية طحينة البنية وكمية العسل من الأحسن تكون حرة يعني تكون طبيعية العسل طبيعية باش تكون صحية أكثر ندلوش بزاف غير شوية وجبت هادك الطوست قلات له الجوانب بهاد الطريقة ودرك ندهن عاود الطوست بهاد الطحينة والعسل يجو بنان بنان هي الطحينة كي تتناولها وحدها مجيش صارحة مجيش بنينا ما عجبتناش ولكن هاكا يتخلطوا معها شوكولة والعسل تولي خلوات جيبنينة خاطر شوى أصلا لسيمسيما يجي في هاكا واحد الدوق شوية مر كسمتهم هاكا مربعات صغار وغدين زينهم تاني بشوية طحينة من الفوق والعسل تزيني نجعلكم لكم شوية كوكا وللوز إيفيلي ولدي روح النص حبة تح الجوز من الفوق يعني باش تشاهوا ولادكم ويتناولوهم دوق تاني عاود بالطحينة البيضاء وزيت لها شوية تح شوكولة تختيني يدرتها يعني في الأول وزيتها شوية تح شوكولة باش تجي بنينة و تجي حلوة وندهنها ونزيد نزينها تاني عاود بضوائر هاكا تعل الجوز دخلتها لكم غير كوكا و إيفيلي ما كاش عندي اللوز يعني والله واحد كي يبغي يدير هاكا وصفة تكون صحية معليش نشروكن غير شوية ميتين دينا ولا تلتمية دينار تعل مكسرات ونديرهم بهم وصفات أما هذا البغرير تاني درته بالطحينة وزيت لها شوية العسل الطبيعي هاكا طبقته على تنين وتناولناه والله يجي شباب ابنين ابنين بزف بزف البغرير بالطحينة و العاسل هادو وصفات قا نصحتني بهم الطبيبه قاتل يقنولو كيما كانوا زمان جدودنا وقا كانوا يغمسوا الخبز في الحليب وياكلوا البغرير عكا بالعسل والزبدة وياكلوها كانوا صحيين وكانوا صحاح وكانوا شدين رواحهم دوكش هنا الياوخت حنا كنا ننديل واحدة الغلطة عندي الياوخت معجل جلن وهو السيمسيم قاتلت ببله السيمسيم اللي هو الجلجلان ما يتحلل شو ما ينطحن شو منيح في المعيدة قاتلت لي ديري معه اما زبيب ولا ديري المكسارات معه ودركوا وصلنا للوصفة للتوراتية العريقة اللي مكانش واحد فينا في الجزائر مكان صغير مكله هاد الوصفة هاد تعمين قبل من نبتو السنين يعطوها الناول دينا من يكونوا صغر عندنا خمسة شهر ستة شهر ناكلوها لهي القليطة مع الحليب يعني كنت نسميها خالوطة جالوطة قال نعطوها للصغر يعني والله ندركوا أولادي لدروك يبغوها ويموتوا لها أنا صراحة ما ناكلها بوضع مكود صغيرة بينما وكلتها لي بصحة ما ناكلها ولكن بالزاف اللي يتناولوها أنا والدي اللي أتقدروا لك هذه اللحظة يخلطوه كماكا مع الحليب يجلبو بيسكويدا كبيمو يخلطوه مع الحليب ويأكلوه وهذه والله لانا اصحطني تنبيها قدتوه نعرفها لدي الجزائر ناكلوها سوف نخلطوها مع الحليب ونزيدوه معها مكسارات لوز جوز كوكا و تاني شوية تعز بيب تاني جي صحيه و تاني هادي الوصفه تاني اللي نغمسو الخبز في الحليب و مع القهوه هادي خدمت هادي الخبز واحده بالدقيق الكامل و نغمسوها كف الحليب انا ما نشربش الحليب خليتها علاجيها و هادي الوصفه اللي درتها لكم في نحط لكم تاني رابط الوصفه للطحينه كنت خدمت طحينه بعد الوصفه ما نشحت ليش رجعتها وصفه التسمين زدتها شوية حلبه شوكوله العسل جي بنينه بزيف بزيف ديروها مع الخبز هاكا و تناولوها هادي هي هادي اللي درتها في الفيديو السابق راه بوقال يكمل بوقال نخدمه غير شوية عججلان ترحوه مع مع شوية عزيت و شوية العسل ولا شوكوله ولا وتويلكم هاكا و عقدات تاع التسمين صحيه بزيف بزيف من شاء الله تجربوهم و يعجبوكم و تخبروني في التعليقات و الى الملتقى ان شاء الله مع وصفه اخرى مع السلامة